صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين ما خاب من تمسك يا يابكم أمن من لجأ والتجا إليكم فيا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيمة لكفيلها قد أقبلت أم المصائب بالرضيع فرآه من ضمي الحشاف في ذيل زينبك الصريعي فاجرت عليه دموعه من شدة الخطب فضيعي ومضى ليطلب رخصة الإقدام في اليوم المروعي متوسلا مستعطفا مسترحما سبط الشفيعي قال الحسين قال الحسين إذا مضيت فسوف أغرق في نجيعي قال الحسين إذا مضيت فسوف أغرق في نجيعي سيؤول أمري للشتاة فأنت كالحصن المنيعي وإذا هويت من المطهم يصعدون على ضلوعي وإذا هويت من المطهم يصعدون على ضلوعي فبرز ولكن قل زينب موقنا نختاه طيعي ضيعي تقلد بسيفه وشال ومحا والبسة شفان وشد العزم ساقي العطاشة وشد الإحصاء وقبل على عضيدي صيح بقلب مفتوط عفت العمر يا حسين والدنيا والبيوت وللحرب رخصني يا بو السجاد لا أموت كثرة المذلة والهضم تقتل الشجعان يوم الحسن جتب عساكرها الدعية وسيفي استليت وقلت يا حسين لي سيفك دغمدة وتركة للغاق ريا والصبر خلاص والوعد يا أبو عليها اسمي يا أخوي من الصغر ساقي العطاشة وتجرب أخيك ماية هذه الحرب حاشة والعطاش ما بقى إلى عيالك حشاشة وسكنها لفت لي تصيح بقلب لهفان ترتعش قدامي وعبرتها ذروفا وزينب تقلي طفلك أخوك حسين شوفا وشفت يا أخوي من العطاش قابض تشفوفا وش نقول له ما تبعطش طفلك يا عطشان هذا الجفن يا حسين فصلت ولبسته وجيتك مودع والعمر يا حسين عفته وياه اللي يحمل هالمصايب غيرك انت لله صبرك يا عشب الفرس الفرسان أين المنادي وعباسا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالناه العني العظيم والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لشقيقه عقيل انظر لمرأة ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتند لي غلاما فارسا قال عقيل رضوان الله عليه سيدي أبا الحسن تزوج فاطمة بنت حزام الكلابية العامرية الملقبة بأم البنين فإنه لا يوجد في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس صلوا على محمد وآل محمد الله صل على محمد الله صل على محمد الله صل على محمد الله صل على محمد كان أبا الفضل العباس ساقع طاشا كربلاء وأمير المؤمنين كان ساقي عطاشة بدر في غزوة بدر شك المسلمون في غزوة بدر العطش فقال النبي من يأتينا بالماء فقال عليه أنا يا رسول الله أنا أأتي بالماء فقال له رسول الله اجلس فقال رسول الله ثانيا من يأتينا بالماء فقال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنا يا رسول الله فقال له اجلس فقال ثالثا فأخذ علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام القرب واتجه إلى بئر بدر وكان بئر بدر في وسط القوم في وسط الحرب عندما وصل رأى الدل معطل فنزل إلى البيع وعندما ملأ القربة ووضعها على كتفه وهو في طريقه إلى العودة جت عاصفة قوية قاعدت الإمام علي إلى إن خلصت أرد قام ورجع يكمل طريقة إلى المسلمين وردت جت عاصفة ثانية إلى أمير المؤمنين وردت قاعدت مكانة إلى إن خلصت ورجع إلى طريق المسلمين وبعد عاصفة ثالثة قاعدت تمكانة إلى إن خلصت العاصفة ورجع يكمل طريقة إلى المسلمين ويوم الصال سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليش اتأخرت قال لي الإمام علي وصف لي كل اللي صار قال لي رأيت الدل معطال فنزلت إلى البر وملأت القرب ووضعتها على كتفي وأكملت طريقي وإذا بثلاث عواصف جعلتني أجلس إلى أن تمتهي وأكمل طريقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العاصفة الأولى كانت هي جبرائيل ومعه ألف من الملائكة كانوا يسلموا عليك والعاصفة الثانية كانت ميكائيل ومعه ألف من الملائكة كانوا يسلموا عليك والعاصفة الثالثة كانت إسرافيل ومعه ألف من الملائكة كانوا يسلموا عليك فهكذا لهذا تأخر أمير المؤمنين أمير المؤمنين كانت تصافحه الملائكة ولكن أبا الفضل العباس كانت تصافحه السيوف وتتناوشه الرماح أنا من مناد وعباسة وتتناوشه النبال أنا من مناد وعباسة أنا من مناد وعباسة